استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدح في دول الله ورعا في قصص صفرية هذا اليوم استقبل سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث رفع إلى جلالة البيانات المالية المدققة لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وقد شد جلالة الملك المفدح بالجهود الطيبة التي يبدلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه منوها بأدائهما المتميز وما حققه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية وأكد جلالة حفظه الله همية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده مشهد أن العاهل المفدى بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل والحفاظ على الاستقلالية لعمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقا للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن وصالح المواطن وعقب المقابلة صرح سعدة السيد حسن بخليفة الجلاهمة بأنه قد أطلع جلالة الملك المفدى على الإنجازات التي حققها ديوان خلال العام 2015 والأثر الإيجابية الذي أحدثته ملاحظات الديوان وتوصياته على أداء الجهات الخاضعة للرقابة وعلى مدى التزامها بالقوانين واللواحي والإجراءات وأضاف رئيس الديوان بأنه قد تم استعراض خطط الديوان وبرامجه المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية والأداء على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزرات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية وأشار الجلاهمة إلى أنه قد تشرف بالاستماع إلى توجهات جلالة الملك المفدى وأرائه السديدة فيما يتعلق بدور الديوان في الرقابة على أموال الدولة وأرساء دعايم النزاهة والمسؤولية والشفافية والأمانة في التعامل مع المال العام وحسن إدارته وفقا لحكام القانون ونوها بأن جلالتها قد أشاد بالجهود المقدرة والأداء المتميز الذي أظهره ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال تقاريره السنوية